وأخيراً جهاز Redmi Note 11S يحصل على تحديث MIUI 14 مع الأندرويد وهو الأندرويد 13 هذا الهاتف كنا مننتظر التحديث من أيام زمان تقريباً من أيام من ولدنا وإحنا مننتظر في التحديث هذا هايو الآن حصل على أندرويد 13 وحصل على واجد 14 وأول تحديث أجاب رقم 314.0.3 هذا التحديث لو أجينا على التحديث وأجينا هنا في المنطقة هذه في هنا حاجة اسمها مج جديد هتلاعز أنه بيقول لك أنه هذا التحديث مبنى على أندرويد 13 وبيستخدم ذاكرة أقل وبيأصبح البحث داخل الإعدادات أكثر تقدماً ونسخة مستقرة من MIUI على أساس أندرويد 13 وهكذا اليوم إن شاء الله في ميزات نظافة جديدة هنشوف الميزات هذه بحجيب كاس الشاي باشا وزبط وضعك ومخمخ وإذا بتحبش الشاي جيب قهوة إذا اللي بتحب وجيبه وانتظر إن شاء الله الآن وإضغط لايت وكبس على الشاشة وخلينا نشوف التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم يا هابي الصرفاندي من قناة إيهاب تيدي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله وبساطين 14-03 أندرويد منوت 11-S نتطلع معنا هنا أو التحديث طبعاً للأمان لواحد 5-2023 أول ميزة أجت معنا لو أجينا هنا على الإعدادات الإضافية هالله أحظ إنه في حاجة اسمها هنا في الإعدادات الإضافية توسيع الذاكرة فيها فارغ إنه أقدر أخذ منها علشان أوسع وأروح وين وديها في الرام فهنا بيقول لي طبعاً تعمل إعداد تشغيل لما بدك تفعل فهنا بيقول لي إيش قم بزيادة مساحة ذاكرة الوصول العشوائية باستخدام مساحة التخزين الحرة نوصي باستخدام هذه الميزة فقط في حالة وجود مساحة خالية كافية على جهازك تمام هذا أول ميزة رقم اثنين رقم اثنين يا باشا لما نيجي الآن على الأيقونات هدول هذه الأيقونات الموجود معنا والأمور هذه لو أجينا على المجلدات تعديل المجلد أصبح لدينا تعديل المجلد موجود في قياسي إيش يعني قياسي لهم تعمل إزيك؟ بيكون راح صغير صار صغير صار تضغط عليه ضغطة طويلة بتقول له تعديل المجلد كبير الكبير كبير والنص نص 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 والصوائية بنعرفه وشو بعدين عنا تعديل وعنا هنا الكبير جداً اللي هو الضخم بقدر أنقر زيك بيصبح لدينا اللي هو الايقونات الموجودة الجوة وبفتح اي اشي لو بدي انجل اي اي ايقونة من الداخل بعمل فيها زي هيك وبنجلها في اي مكان في الجهاز وهذه تاني ميزة نيجي للميزة اللي بعدها اللي تم اضافتها تم اضافة انه انا لما اجي اي تطبيق افتحه موجود معين مثلا تفتح التليجرام وهينا فتحنا التليجرام واجينا عملنا زي هيك وقلنا للتليجرام تعال بدي افتحك كنافرة منبثقة بتقدر طبعا تزغيرها زي هيك وبتقدر تعملها زي هيك وستصير كورة يعني انا بقدر افتحها تاني وارد لو في عندك شاتينج وانا بتفرج على اليوتيوب بارد يعني بتفرج وبرد من هذا المكان سواء واتس اوب تليجرام وحكذا بقدر انجلها يمين شمال وايضا كمان زي دي الخير خيرين بقدر افتح كمان تطبيق لو اجينا عمدير الملفات وقلنا تعال يا مدير الملفات افتح كنافرة منبثقة وبقدر افتحهم التنين كنافرة منبثقة لو زي يا معلم لو زي يا معلم اذا ما حطلش لايك حط لايك نجي الان ندخل على اللي بعدها انا الان بديه افتحها تقسيم الشاشة هي تقسيم الشاشة فتحنا تطبيق نفتح كمان تطبيق اخر مسلا وهي التطبيق التاني ملاحظين انه انا فاتح تطبيقين كنافدة منبثقة بعمل مثل هذه كم نفتح تقسيم الشاشة لدينا نافذة منبثقة بقدر اطولهم هيا وهي واحد وهي اثنين فاتح الآن كم حاجة اعلن في نفس الوقت نافذة منبثقة نافذة منبثقة تقسيم الشاشة هذا التطبيق انا لو بد اطلع له فوق يطلع بس تعمل فيه زيك هيطلع لفوق وهذا التطبيق أيضا بيطلع لفوق بيطلع لفوق تمام تمام وبتيجي تعمل فيهم هيك لو عملت فيهم زيك تطلع سكرت انت المفتوح في الخلفية هذا تمام راحوا هدول مباشرة انفردوا كل واحد في جناحي وموجدينه بقدر أفتحه لو جمال اللي بعده يا باشا لو أجينا على الإعدادات وأجينا هنا على كلمات المرور والحماية كلمات المرور والحماية البصمة أنا الآن بدي البصمة هاي البصمة دخل على البصمة الآن وأدخل بصمة جديدة وتشوف إيش سيصير معنا الآن هاي عندنا أربع أصفار أربع أصفار يا معلم وتطلع البصمة الآن أصبح شكل جديد شايف الشكل الجديد هذا هذا شكل جديد ما كان موجود بالأول شايف أنا بدخل الآن بصمتي وبصمتي بتدخل هاي قاعدة زي اللوز وكمان الكلام اللي فوق تغير عدل قبضتك لتسجيل جميع أجزاء بصمة أصبح تمام تمام وافتح يا باشا تمام وافتح يا معلم تمام أنا طبعا هنا عامل صامت الجهاز بقدر أعل الصوت وأقول له هاي ها دلع اللوز يا معلم أناميشن شغال طبعا الأناميشن عندنا شغال وأنا الأناميشن هذا حكيت عنه قبل هيد هذا الجهاز موجود في أناميشن واللي مش موجود عنده أناميشن حكيت كيف فعله في عملية الشاشة القفل وعندنا كمان فعلناه في الأيقونات عن طريق اسمه هذا الثيم موجود عندنا هنا ورجيكوا إياه بتقدر تستخدمه هتستخدم الأيقونات تتحرك معه يعني لو جيت هنا على الثيم اللي استخدمناه هي الأناميشن شغال زي الحلاوة زي اللوز لو اجينا على اليوتيوب طبعا كيف وهنا الحماية شغالة بالأناميشن اللي انت شايفه هذا اسمه اسم هذا الثيم بلين دادو ست هتلاقي اتنين ثيمات واحد منهم اللي شغال يمين هتلاقيها على الشمال اتنين نفس الاسم هتلاقيه عندنا ايضا من ضمن الميزات لما نيجي الآن نعمل زي هيك ونيجي على الاعدادات ونيجي على المزيد ونيجي على حجم الايقونة وعلى لون الخلفية هتلاقي في عندك هنا ألوان اللون الخلفية مثلا افتراضي خلفية الايقونات لو أخضر اخترنا الآن التطبيقات هيصير لونها أخضر ولكن هي متغير ايش الحل لأنه أنا مغير الثيمات الأصلية فباجئ هنا على المكان وباجئ على الايقونات بختار النظام الكلاسيكي اللي كان عنده هاي النظام الكلاسيكي ويطلع من المكان ملاحظ انه الايقونات هذه الأشياء هي أخضر 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 عندك اليوتيوب الكروم تطبيقات الطرف الثالث زي التليجرام هتلاقيه لونه أخضر وهذه كلها تطبيقات لونها أخضر طيب لو اجينا عملنا زي هيك واجينا على المزيد واجينا حجم الايقونة وقلنا بدنا لون تاني بني هتلاحظ انه الآن اللون أصبح بني شايف هذا لما بدك تغير لون وحجم أيضا الايقونات اللي كان مطروح سابقا هذا حجم الايقونات تمام يمعلم حط لايك يمعلم في هنا ميزة موجودة في جهازنا لازم احنا نستخدمها تيجي على الاعدادات تيجي على الاعدادات الإضافية في انها ميزة لازم انت تشوفها وازم ما بدك تستخدمها ها بدك تجعلك الأمر الوضع بيد واحدة هانا بتفعلها هادا بتعمل زي هيك هادي الميزة تقريبا انا مش شايفها شغالة في الردمي نوت 11 مش شغالة وفي الردمي نوت 11 هي مش شغالة احداش اذا هاي الميزة هادا مش شغالة لا في الردمي نوت 11 ولا 11 اس ايش هادا بتعمل نستخدم الجهاز بيد واحدة زي هيك كس لو اجينا لهذا الجهاز وهينا هانا فعلناها هتعمل زي هيك شايف كيف انت دغر اشتغلت هنا مش شغالة. هنا ميزة مش شغالة في التحديس. ممكن في التحديس الجيد تشتغل. مش موضوع كبير. بقدر استخدم الجهاز بايد واحدة بعمل زي هيك خلص. بتعمل زي هيك. بتستخدم بايد واحدة. فيعني بنقول لك انه هاد الميزة موجودة استخدمها لما تشتغل ان شاء الله في جهازك. ربعا مركز التحكم ما فيش داعنا نغيره لانه اصلا هو شفاف. واموره زي اللوز. سرعة الشحن هتكون معك زي هيك. بهذه الحركة. سرعة الشحن عشان انت تكون عندك علم. وهذا ما كان لدينا يا غلين. نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.